اشتركوا في القناة اعتدت ذلك وسرق عليه والتوفيق بيد الله جل وعلا لكن أنت ممر بالأسباب وهكذا أنت يا أبت الله ممرت بالأسباب وزئل بعض السلف عن جهاده نفسه وأن تعبه إياها فقال راحتها أريد بعض أسلافنا الصالحين كان كثير العبادة وكثير العمل من الصلاة والصيام والحج وغير ذلك فقال له بعض أصحابه أتعبت نفسك فقال راحتها أريد فالمؤمن إذا جهل نفسه اليوم فهو يجاهدها لراحتها لتجو من علا بالله لتفوز بالنعيم المقيمة والقيامة في دار الكرامة دار السرور دار السعادة يقال لأهله يوم القيامة يا أهل الجنة إن لكم أن تصحروا فلا تسحروا أبدا وإن لكم أن تحياوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تحرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا أما هذه الدار هي دار التويرات دار الأكدار دار الأمراض والأحزان ولو طالت الحياة ولو متع الإنسان بالكامل الصحة فإن المصير الموت لا أبد من الموت كل نفس دائقة الموت فدار عاقبتها الموت والزوال لا قبة لها ومن أعظم الأسباب لخشية الله وتعظيم حرماته التدبر القرآن والاكثر من تلاوته والتفكير في المصير بعد الموت ما الذي يكون بعد الموت والتفكير في القبر هل يكون روضة من رياض الجنة أو حورا بحور النار ثم التفكير بعد ذلك بعد البعث والنسور هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار فالتفكير في هذا والعلاية بهذا الأمر من أسباب خشية الله ومن أسباب تعظيم الله ومن أسباب المسارة على مراو الله